طالما تعليمك تعبان فيمكن الطرق عندك هي نقطة القوة يمكن انت مش مهتم بالتعليم لانك بتعمل محاور وطرق جديدة وكباري وانفاق وعملت بنية تحتية حقيقية يمكن دي النقطة اللي محدش هيقدر يتكلم معاك فيها يا سيء الذكر يمكن دي النقطة اللي بتحرج معرضيك بيها اللي بتسكت بيها العالم كله لما حد يكلمك عن حقوق الانسان بتقول له لا ده انا عامل طرق وكباري لما حد بيكلمك عن التعليم والصحة قل له لا انا هروح ازاي المدرسة والمستشفى من غير طرق وكباري تعال نشوف الطرق والكباري اخبارها ايه موقع الشروق المصري تريلا دهست اربع سيارات تفاصيل مصرع واصابة 22 مواطن في الاسكندرية خبر مروع انبارح نقلت السيارات الاسعاف خمستاشر جثة هم ضحايا حادث تصادم سيارة نقل ثقيل تريلا تحمل زلط مع اربع سيارات اجرى ميكروباس وملاكي بالقرب من كبرى الثروة السماكية في نطاق حية اول العمرية غربية اسكندرية الى تلات مشارح بمستشفى العمرية العام والقباري والعجمي طيب مجموعة الارقام الجاية هي من يعني موقع المتصدقش وفريق اخر كلام يعني هو تقرير كده متصدقش عامل جزء منه وفريق الاعداد كمل في بعض الارقام النظام المصري بيحاول يقول لنا بقاله عشر سنين انه نظام الكباري والطرق انه عامل كبري في بلكونة وعمل كبري البلكونة تحته وحاجات غريبة كده لدرجة ان في ناس كتير بتتريأ في بلدان كتير مصريين بيعملوا فيديوهات وانا واحد منهم يعني ان انت بتبقى ماشي في طريق بعدين ما الطريق ده محتاج كبري فتنزل تصور فيديوهات الرئيس انا في لندن انا في باريس انا في ألمانيا الطريق ده محتاج كبري بس لو تجي لنا هنا تعمل لنا الشارع ده كبري هنكون شاكرين جدا فاصبح حتى فيه سخرية من عبد الفتاح السيسي في موضوع الكباري وانه الراجل خلاص بقى بتاع الكباري والطرق حلو جدا لو هو بتاع الكباري والطرق فالمفروض انه ما نسمعش عن حوادث طرق كتير المفروض كمان انه نسبة الناس اللي بتموت في نزيف الاسفلت تقل المفروض انه مش بس عدد الحوادث يقل لكن عدد القتلى كمان يقل لان انت عشان تحصل حدثة في اي طريق هما فيه تلات عوامل يا اما حضرتك انت اللي غلطان يا اما مثلا متعاطي حاجة اما نمت وانت سايق يا اما دخلت مخالف يا اما عملت حاجة غلط كسرت من غير اشارة نقلت حارة الحارة من غير ما ماشي في شبورة بسرعة يعني فيه اخطاء من الراجل اللي سايق صح يا اما الحاجة التانية الاشارات والعلامات اللي على الطريق سيئة مش واضحة فتعملك لخبطة فبدل ما مش عارف بقى فيه ترن لائبة فيه كذا فتلبس طيب يا اما الحاجة التالتة الطرق نفسها فيها مشكلة ومشكلة هنا بالمناسبة مش بس المشكلة ان الطريق ممهد كويس او سريع او مكسر او لافف او لا احنا ممكن يبقى الطريق سريع جدا وكويس جدا بس انت مش مزبط الناس اللي بتمشي عليه ممشي التريلات مثلا مع العربيات العادية مش حاطط حارة معانا للتريلة وحارات تانية مش مزبط الاشارات المرورية والعلامات والتعليمات بشكل كويس معانة الطريق حلو جدا فبتلاقي الناس صلطة في بعض فبتحصل المصايب دي ان مثلا ما ينفعش تريلة فوق وزن مش عارف كذا او طول كذا تطلع على كوبري كذا او على محور كذا انت مش عامل ده فانت اهتميت ببنية تحتية وطريق عظيم جدا لكن مخلي الناس تطلع بزراميت عليه فيحصل ايه فالناس كلها تركب على بعض في الطريق ده وتحصل حوادث وبالتالي التلات حاجات دول تعالوا نشوفهم وفقا لتقرير ما تصدقش وفريق اخر كلام الاف القتلة حادث العمرية شهد مقتل 15 مواطن واصابة 7 اخرين الاعوام من 2016 لـ 2022 شهدت وفاة 50 الف واصابة نصف مليون اخرين ده وفقا للجهاز المركزي للتعباء والاحسن انخفض عدد الوفيات في 2022 بنسبة 5 و 4 من 10 في المية مقارنة بعام 2016 وانخفضت اعداد الاصابات بنسبة 35 و 2 من 10 في 2022 مقارنة ب2016 لكن ودي النقطة اللي كنت بتكلم فيها معدل قسوة الحوادث يعني ايه معدل الوفيات لكل 100 اصابة ارتفع بنسبة 46 و 3 من 10 في المية في 2022 مقارنة ب2016 ده معناه ان اجراءات الامان او معايير الامن والامان والسلامة في الطرق اصبحت اقل على الرغم من ان انت صرفت مليارات عشان تعمل طرق دي النقطة اللي بنتكلم فيه هي مش 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 شغل بصماجية يا جماعة هو مش بالدراع هو فيه الف به فيه دراسة الجدوى لكن اما وانك بصماجي اصلا لا تؤمن بادراسة الجدوى وحاطت كل حاجة اللي هي لندسية قاتل مسلحة بتعملها باي شكل وخلاص فلازم نوصل ان معدل قسوة الحوادث او الوفيات بيرتفع بنسبة تقريبا 50 في المية ايه اسوأ الحوادث اللي حصلت في الاعوام السابقة في عهد فخامت سيء الذكر رجل الطرق والمحاور والكباري في 15 نوفمبر 2022 حصل حادث طريق الفرفرة ومات فيه 14 مواطن 12 نوفمبر 2022 حادث الدقالية قتل فيه 20 مواطن يوليو 22 حادث في المينيا 25 مواطن راحوا ضحيته 2022 حادث سهاج 17 قتيل 2021 قتل 7101 شخص في حوادث السير 2020 قتل 6164 مصري نتيجة الحوادث 2019 ستلاف سبعمية 22 مواطن ماتوا في هذه الحوادث وفي 2016 مصر حلت في المرتبة الاولى لحوادث الطرق ومصر ايضا في نفس العام كانت ضمن اسوأ عشر دول في العالم في خطورة السير بالمركبات حلوة اوي الارقام دي جميلة جدا صح؟ الحكومة وفقا لتصريحات رسمية انفقت قد ايه في 2022 على موضوع الطرق 11 مليار دولار لكن لسه الموت موجود 11 مليار دولار 11 مليار دولار يعني بالسعر الحالي هيطلعوا قربة 300 مليار 11 مليار وبالسعر السوداء هيطلعوا كتير اوي هيطلعوا حاجة حاجة صعبة اوي يعني فانت بتتكلم في ايه هنا؟ بتتكلم في حوالي 700 مليار جنيه تقريبا يعني بسعر السوداء النهاردة او 300 مليار بسعر البنك المركزي لكن لسه الناس بتموت مين بيتحمل المسؤولية يا جماعة؟ ده سؤال على السيد فريق الفريق كامل الوزير انه يسأله نفسه هل السوائين هم المشكلة سواء ملاكي او تيريلا او ميكروباس او اي حاجة؟ هل الغلط دايما في ان الرجل اللي ساعي العربية مهمل او مش مركز او عمل حاجة غلط؟ هل المشكلة في الاشارات انت مش موضح الاشارات للناس؟ ام هل المشكلة في اجراءات الامن والسلامة في الطريق نفسه؟ وفي التنسيق بتاع الطريق نفسه؟ ولا الطرق فيها مشكلة؟ لانه مش منطقي انك تصرف لي 11 مليار يعني 300 مليار جنيه بسعر البنك المركزي 700 مليار جنيه بسعر السوداء على الطرق وافضل اسمع ان انا معدل الوفيات او قسوة الحوادث واصل ل50% بيرتفع 50% عن 2022 ده مش منطق ده مش منطقي طب انت بتصرف الفلوس ليه؟ مهو انت بتصرف لي الفلوس دي عشان مش عشان تطلع يعني تعمل بيها لقطة وشوة تقول لي انا عملت شبكة طرق مسكة مصر كده لا مش ديه مهو انا استفدت ايه على رأي مرتر منصور؟ انا استفيد ايه من شبكة الطرق؟ ان انا امشي في طريق كويس منور بالليل في اجراءات امنة وسلامة جيدة اوصل المكان اللي انا رايحه من غير معامل حدثة اه لما ده يحصل اقول لك والله انت صحبي وحبيبي وكفاءة وكتر خيرك وبرافو عليك على الفلوس اللي انت صرفته لكن لما انا معدل الوفيات يزيد معدل قصة الحوادث يزيد المشاكل اللي على الطرق تزيد يبقى ال 11 مليار دولار اللي انت صرفتهم ال 300 مليار جنيه بالسعر البنك المركزي او 700 مليار جنيه بسعر السوداء ده معناه ان الفلوس دي ترمت في الارض ده معناه ان انت مسرف معناه ان انت مش عامل دراس الجدوى معناه ان انت مشاريعك بايزة معناه ان انت كل الشغل اللي بتعمله شغل فاشل ده بالعقل يا جماعة وبالمناسبة ده ملوش علاقة انت معارض للنظام ولا مؤيد مش دي قصة خالص قصة كلها في كفاءة المنتج اللي بتقدم لك سواء كان طريق او سلعة فلما الطريقة الناس بتموت عليه بالشكل ده يبقى ده طريق جودته زفت جودته سيئة فالنظام لازم يتحاسب لازم وزير النقل يتحاسب لكن الفريق كامل الوزير طبعا غير قابل للمس موقع الموقف المصري نشر بوست مهم جدا عن حادث العمرية تعالوا نشوف قالوا اتكلموا عن تفاصيل الحادثة وكده لكن انا عايز اروح للجزء اللي بيطرحه فيه بعض التساؤلات شوف هسي دي بيقول هنجدد تساؤلاتنا البسيطة ليه ما يكونش فيه ضمن طفرة انشاءات وتطوير الطرق والكباري تطوير بيطول المناطق اللي شبه كده ورفع اجراءات السلامة فيها المفروض ان التطوير ده هدفه المواطنين والحفاظ على ارواحهم يعني دي الحادثة التانية في اقل من 20 يوم بنفس الشكل ونفس الطريق مقطورة بتدهس عربيات على الطريق وده حصل قبل كده في 24 يناير اللي فات لما مقطورة دهست عربيات مكرباس فوق كبري في القاهرة بيقول الموقف المصري لمشكلة الحوادث دي مش مرة او اتنين بسبب خطأ وعدت لكن بفكرنا بحادث النبرية تصادم عشرات العربيات وفات 34 مواطن وبيقول الحوادث بتحصل في العالم كله لكن لما يكون فيه نمط حوادث متكرر كل مرة بيحصل بنفس الطريقة ونفس السيناريو لازم يكون فيه تحرك حكومي جاد لتجنب التكرار سواء بتشديد الرقابة او توفير بنية تحتها مخصوصة للنقل الكلام اللي كنا بنقوله بحيث ما يكونش محتك مع وسائل المواصلات الاخرى الجزء الاخير في صفحة الموقف المصري مهم جدا ليه بقى؟ لأنه بقولك احنا منتظرين من مجلس الوزراء وهيئة المرور والنيابة العامة وكل جهة مختصة يتشكل من خلاله لجنة برضو لجنة تستعين بالخبراء لبحث سبب المشكلة فنيا ووضع خطة لحلها ويكون فيه رقابة على ده لأن الطفرة في الانشاءات لازمها جودة ولازمها رقابة دي نقطة اللي أنا بقولها انت بتصرف 11 مليار دولار بس أنا عايز جودة وعايز رقابة على الطرق لو ما فيش جودة وما فيش رقابة فأنت بتاخد فلوس بترميها في الشارع بترميها في الأرض فيش حد بيستفيد منها إلا اللي عملها يعني يقلب منها سبوبة حلو هل الحكومة ممكن تتحرك هل الدولة ممكن تتحرك هل سيئ الذكر ممكن يتحرك لو ناس بتسيئ الذكر كان ليه تصريح مهمة عن الطرق تعالوا نسمعه ثم أنا هقول لكم على حاج احنا عملنا العشرين كيلو الأولين من المحور المحمودية وكانت كل ناس بتشتكه وعلى الجرائد والمواقع التواصل ويقول لك بتهدوا الجوامع حرم عليكم يا مسلمين يا عسيدي حرجع الجوامع تاني وحرجع الكنيس تاني بس حرجها صح انت بتهد اللي موجود وبقال انت تعمله تاني عشان توصل للاي عملناه في المحور ده وأنا بأكلمكم كده بقالنا ثلاث سنين أو سنتين ونص شغالين في امتداد محور محوضية لخمسة وخمسين كيلو خمسة وخمسين كيلو عشان اوصل لغاية البحيرة عشان تبقى انت من اسكندرية تكمل المحور ده لغاية البحيرة محور جديد ويقول لك البلد بتحب الطرق لأ تحب الطرق اي 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 تبش غطيب بالكوا يعني بلد اي 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 البلد حاجة تانية خالص الدولة حاجة تانية خالص الدولة زي ما دكتور مصطفا كان بيقول كده فيه تخطيط التخطيط ده بيقوم بيه علماء وده كاترة جامعة وده كاترة في الوزارات المتخصصة او المعنية ويتحط تصور لو قدرت الدولة تعمله خير ما قدرتش بيبقى خطة على ورقة ولا انا بقول كلام طيب وانا بعمل بقى عشان كمل بوضوع محور المحمودية ده ولا انا بقول كلام انتوا عايشينوا معانا انا بكلم الناس بتو اسكندرية واللوها شام امنا موجود كان محافظة بحيرة وجاء اللي يا فندم انا عشان اشيل الناس اللي موجودة على محور المحمودية في الجزء البحيرة عندي انا عايز 800 مليون جنيه صح كده مش كده عشان عايز كمده من ثلاث سنين صح يا دكتور الحكومة انفرز 800 مليون وشيلنا كل التعديات انا بقول ايه التعديات بس كان فيه قدام التعديات دي حاجة حنا بقولنا عليها تعود اجتماعي يا دكتور يعني تعود اجتماعي ما قلناش ان اللي تعدد الارض مش ارضه وعلى حرم الترعة ولا ولا لان احنا منقدرش نسيب الناس اللي بالطريقة تدناهم شيء من التعويض مش كده عشان عشان احنا بدأت تلاث سنين بنعمل 55 كيلو بنعمل كم 55 كيلو طب لو ان ارضا 55 كيلو دول انا بعملهم في ايه ارض صحراوية كده ناخد من 6 شهر احنا بدأنا اسكندرية الطريق من من حوال 4 خبه شهور اللي انشاء الله قبل العيدة هكون مفتتح الجنب انا بقول لكم الكلام ده هنا دي واحنا عادين مع بعض الدولة بتحب الكبارية وبتحب الطرق وهي دي حقيقة الحقيقة سيء الذكر حاول يشوف لنفسه مساحة يتميز فيها هو الراجل مالوش كارزمة عارف انه مالوش شعبية عارف انه مفيش حاجة يكون متميز فيها لما بيتكلم بيغلط ولما بيغلط بيتفضح وبيفضح اللي وراه محتقر بشكل كبير جدا من الخليج بيبيع الارض بيعمل كل حاجة الحاجة الوحيدة اللي يقدر يتميز فيها انه هو ياخد كل المليارات دي يحولها لمشاريع اعمل عاصمة ادارية اعمل عالمين جديدة اعمل مونوريل اعمل اطول برج اعرض مش عارف ايه وارمي طرق ارمي طرق على قد ما تقدر ولا يعني انت عارف يعني ايه دولة الدولة ماشي كده وانا قلت الكلام ده انت في الدولة بتبني الانسان عبدالفتاح السيسي لا يعترف بالانسان اصلا لا يعترف بالانسان المصري هو مش موجود الانسان المصري لا يبنى بالطرق والكباري الانسان المصري بيبنى بتعليم بيبنى بصحة بيبنى بخدمات بيبنى بوعي بيبنى بمشاركة سياسية بيبنى بحرية تعبير بيبنى بعدالة اجتماعية بيبنى بان الشاشة تنور وراه ما تطفيش تاني بيبنى بحياة كتيرة جدا الانسان المصري الحقيقة لكن عبدالفتاح السيسي لا يؤمن بدا عبدالفتاح السيسي بيؤمن بان هو عشان يعمل لنفسه تاريخ فهو يمد محاور يمد كباري يمد طرق طيب جميل ماشي في دول كتير بتعمل انفرستركشور وبتعمل طرق والكلام ده كله حلو لكن نسبة الحوادث الدين تكرار الحوادث عامل ازاي نوعية الحوادث اللي بتحصل عامل ازاي ما بعد الحادث بيحصل فيه ايه هل هناك مسؤول بيحاسب هل هناك خطة بديلة هل هناك تطوير الحقيقة انه لا يا جماعة والحقيقة ان ده على فكرة اللي بيزعل في موضوع الطرق لما بنتكلم على الطرق اي حد معرض لقدر الله انه يعمل حدثة في اي بلد بالمناسبة ربنا يحفظ الجميع ويحفظنا معاكو ويعني لا يعرض احد لهذا المصاب فكرة انك تعمل حدثة بعربية ما بيحصل في كل بلد وفي كل حد لكن انا مش بتكلم على فكرة ان كل حدثة بتحصل في مصر فالسيسي مسؤول عنها خالص ولا بقولك ان كل حدثة بتحصل في اي طريق فاصله عشان هو عامل طرق وحشة لا يا عامل هو عامل طرق حلوة جدا عامل شبكة طرق الكبيرة جدا بس هي الفكرة زي ما بقولك انت بتتعامل مع المنظومة ازاي الهدف مش انك تعمل طريق حلو الهدف ان الناس تبقى سليمة ان الناس تبقى امنة على الطريق الحلو ان الناس اللي هتستخدم الطريق ده تروح وترجع بالسلامة ما تروحش وترجع في كفا هو ده الهدف الرئيسي من شبكة طرق ده اللي نفهمه ده اللي العالم يفهمه ده اللي اي حد بيفهمه كل حدثة بيموت فيها مواطن واحد ده يستدعي تحقيق على اعلى مستوى في الدولة ده ما بيتمش وده اللي مزعلنا ده اللي خلينا نتكلم بالمناسبة فكرة دم الناس وان حد مات هو مش مجال ان انا اطلع زايد واحد وقال لك مش عد الشيلة ما تشيلش يا سيسي كلام ده ليه اشكال معينة هي اللي بتعمله لاغراض دنيئة كلنا عرفناها وشفناها لكن انا هنا بتكلم على الاربعتشر واحد اللي ماتوا في العمرية اصارهم دلوقتي فيها جنازات ستستمر لاعوام في حياة بني ادمين وحياة اصر توقفت لان عائل الاسرة مات او ابنهم مات الناس دي حقهم ان هم يشوفوا الدولة بتتحرك عشانهم الناس دول حقهم يشوفوا رئيس الدولة بيحقق في الموضوع ده بنفسه يشوفوا وزير النقل طالع مكسور وبيعتذر ليهم وبيعزيهم وبيقولهم احنا اسفين يا جماعة بنشوف ايه الموضوع هنطور مش هيحصل تاني ده المفترض يحصل في اي بلد بتحترم الناس مش بتحترم الاسمنت والاسفلت والبلاك والكلام اللي بتحط عليه ده اللي احنا بنتكلم عشانه وده اللي عشان كده احنا مختارين اصلا فقرة زي دي الناس اللي بتموت في غزة من القصف فيه ناس قصادها بتموت في مصر من الاهمال فيه ناس قصادها بتموت في مصر لان الرئيس مش فاضي انه يحقق في مين المسؤول عن الطريق ده اتعمل حلو ولا وحش دي مشكلة كبيرة جدا فقرة الاولى كنا بنتكلم عالتعليم زي ما فيه ولاد في غزة مش بيروحوا مدارس عشان الاحتلال قصف عندنا 68 الف طالب ما بيروحوش المدارس في مصر لان التعليم بايز زي ما فيه ولاد في غزة بيموتوا في الشوارع وفي الطرق عندنا ولاد كمان في مصر بيموتوا لان الطرق عندنا بايزة لانه النظام ما بيحقاش في اي حاجة ولا بيشوف اي حاجة تشابهات كتيرة جدا ما بين الاحتلال الاسرائيلي وما بين نظام سيء الذكر عبدالفتاح سعيد خليل السيسي